كتير أو ناس كلها تقريباً بيرتبط في ذهنها أدوارك اللي فيها لغبطة الكلام أو الطريقة الكاركتر اللي بتاع حضرتك مش بتاع حد تاني الموضوع ده أو الشخصية دي أو الطريقة دي جبتها منين؟ جبتها من مواقف حصلت معانا لما الواحد أنا خريج كله تهندسة فلما كنا نقعد أحياناً والدكتور يتكلم بسرعة محنا مش عارفين بيقول إيه ده بالظبط فزي نكتبه رونا يعني دي حاجة من الحاجات فده استغربت يعني إزاي الإنسان يبقى حاسس أن اللي قدام مفاهم وإزاي الإنسان ما بيركز يعني أنا ممكن أتكلمه بتاعه فاللقدام يمركز فياخذ الكلمة من الكلام بتاعي ويبدأ يجاوب عليه رغم أن أنا ما مقصدش السؤال ده أقصد حاجة تانية خالصة فدي مشكلة يمكن عند الإنسان المصري عموماً أو عند الإنسان عموماً على فكرة لأن أنا عملت التجربة دي مع ناس أجانب كان مدير أوتال كبير هنا كلمته جاوبني يعني وبو أنت بتتكلم بسرعة بإنجلش يعني بتكلمه إنجلش بقول له هاو ديره بسرعة محاسس قال له أوكي أوكي يعني هو بيخلص نفسه ولو فيهم جملة ممكن يبني عليها الإجابة من هنا جات الشخصية أو الكراكتر اللي قدمتوا في أكتر من عموماً أحياناً كنت بطلق حاجة مثلاً بروح كافيه وبتاع أقول له ممكن تجيب لي واحدة علشان عموماً بس ديني معلقة سكر واحدة فروح يجيب لي شاي أقول له هام أنا طلات الشاي بس باش حضرتك فأقول له حاجة تانية روح يجيب حاجة تانية من غير برضو ما يسأل غير ما أنا أش فاهم طبع ما تقول كده من الأول أقول أنا مش فاهمة فنرجع أن نقول إيه من قال لأعرف فقد أفتح أنا معرفش صحيح من قال لأعرف فقد أفتح